اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كما اعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره البالغ للدور المهم الذي يقوم به صاحب السمو الملكي الامير شارلز وبجهوده الطيبة في دعم وترسيخ العلاقات البحرينية البريطانية وتنمية افاق التعاون الثنائي وخلال اللقاء اعرب صاحب الجلالة حفظه الله عن اعتزازه بالنتائج الطيبة التي حققتها زيارته الناجحة التي قام بها جلالته للمملكة المتحدة مؤخرا ولقائه المثمر مع صاحبة الجلالة الملكة اليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال ايرلندا ومعالي سيدة تريزا مي رئيسة الوزراء والتي ستعزز من علاقات البلدين والارتقاء بها الى مستوية متميزة ومتطورة وثمن جلالته بهذه المناسبة بكل التقدير الدور الحيوي للجالية البريطانية واسهماتها الكثيرة والمتعددة ومنذ اعوام طويلة في نهضة وتطور مملكة البحرين في جميع القطاعات مؤكدا انها دائما موضع الترحيب والتقدير والاعتزاز من شعب البحرين وتبدل جلالة الملك وسمو الامير شارلز على حديثة المتصلة بسبل تطوير التعاون الثنائي وتعزيز افاق العمل المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين واستعرض عددا من التطورات والمستجدات الاقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك وقد اعرب صاحب السمو الملكي الامير شارلز عن ساعدته بزيارة مملكة البحرين ولقائه بجلالة الملك المفدة معربا عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك على حفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى دور جلالته وحرصه على توطيد علاقات المملكتين الصديقتين التي وصفها بالتاريخية والوطيدة